نكمل معكم الحرة الليلة من ملف صفقة تبادل المعتقلين بين واشنطن وموسكو حيث استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هارس في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن المحتجزين الذين أفرجت عنهم روسيا بموجب صفقة تبادل هذا وانتقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب السلطات الأمريكية في عقاب تبادل العديد من السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا وطرح أسئلة حول مضمونها واحتمال دفع نقدي وهنا نتسأل عن كلفة هذه الصفقة صفقة التبادل التي تمت بين الولايات المتحدة وروسيا وهل يمكن لها أن تذيب الجليد بين الطرفين ولماذا أثارت جدلا بين الديمقراطيين والجمهوريين في الصفقة الأهم بين الولايات المتحدة والغرب وموسكو والتي وصفت بأنها أكبر عملية تبادل سجناء بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة حسب وسائل إعلام أمريكية استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه ونائبته كامال هارس المحتجزين في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن لا يقتصر نجاح الصفقة على تحرير المحتجزين فقط بل يتعداه كون الديمقراطيون يعدون تلك الصفقة نصرا وإنجازا كبيرا يعزز من فرص فوز هارس في انتخابات الرئاسة ترامب من جهته انتقد بشدة عمل إدارة بايدن مع هذه الصفقة الذي شكك بمضمونها واحتمالية دفع أموال لإتمامها خاصة أنها جاءت في توقيت مهم وحرج في مضمار السباق المحموم إلى البيت الأبيض الذي لم يتبقى لحسم رئيسه الجديد سوى أقل من مئة يوم ويتوقع أن تنعكس تداعيات نجاح الصفقة على مسار الانتخابات وبوصلة الناخب وهو ما أثار حفيظة ترامب الصفقة المتعددة الجنسيات بين واشنطن وموسكو الذي ظل التوتر هو السائد على مشهد العلاقة بين البلدين من جهة والغرب وموسكو من جهة أخرى شهدت كواليسها السرية أشهرا من المفاوضات الدبلوماسية المعقدة والمحفوفة بالمخاطر أحيانا شاملت ما لا يقل عن 16 شخصا محتجزا في روسيا مقابل ثمانية روس سجناء في الولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وبولندا وسلوفينيا وتضم قائمة المفرج عنهم ثلاثة أمريكيين ورابعا يحمل الإقامة الدائمة في أمريكا ومن بينهم صحفيون وأتحدث عن هذا الملف مع ضيفي من واشنطن روبرت باتيلو المحامي والمخطط الاستراتيجي للحزب الديمقراطي ومعي من فرجينيا توم غيرت المحامي والنائب الجمهوري السابق في الكونغرس الأمريكي أهلا بكم سيد توم غيرت أبدأ معك هل ترى في هذه الصفقة جهد قامت به الإدارة الأمريكية وتشكر عليه ليطلاق صراح محتجزين وسجناء أمريكيين وإعادتهم إلى الوطن أظن أنه إن أردت أن تتأكد أن من سيسرق من السرب فإن أفضل طريقة هي دفع أموال لإعادة الغنم من هذا السرب وبذلك نحن نشجع الروس من أجل احتجاز الأجانب لذلك قلنا لهم بأننا سنقايدهم بأمور ثمينة فقد قلنا بمقايدة السفاحين مقابل إعادة الصحافيين أفهم أنها أوقات الحملات الانتخابية وأن حملة هارس تريد أن تشير إلى الانتصار ولكن كان هناك سفاحين مدانون في المحاكم مقابل الإفراج عن صحافي من صحيفة الووستريت ونرسل رسالة بهذه الطريقة فنحن سنواجه نفس الموضوع في المستقبل ولذلك هذا فشل ذريع وهذا ما يفعله الديمقراطيون في الماضي ولم يستفيدوا من الدروس السابقة أريد أن أبقى معك سيد جاريت أنت محامي كيف توصلت إلى قناعة بأن هذه الإدارة دفعت أموال من أجل إتمام هذه الصفقة ما الدليل لديك؟ لم أقول بأنهم دفعوا الأموال قلت بأنه أعطوا أمور ثمينة إن حرية 16 روسيا من المجرمين لهم قيمة لفلاديمير بوتين وعطيناهم أمور ثمينة وهي حرية هؤلاء 16 صفاحا مقابل صحفيين وبذلك هذا أمر سيء فإن الإفراج عن مجرمين روسا كلاه قيمة لبوتين وهذا فقط سنتأكد من أنهم سيفعلون الشيء ذاته في المستقبل سيد روبرت باتيلو يقول ضيفي بأن الإدارة الحالية لا يجب أن تشكر على ما قامت به لأنها عمليا أعطت سفاحين وأطلقت صراحهم مقابل إعادة البعض إلى الوطن لا أريد أن أشير إلى السياسة التي كان ينتجها الرئيس سابق ترامب وكان قد أعاد وما هو مفيد لإدارة رئيس بايدن أنها تمكنت من إعادة 78 شخصا كانت تحتجزهم حكومات أجنبية وعملنا بالتعاون مع أصدقائنا في الحلف الأطلسي وفي أوروبا وعبر القنوات الدبلوماسية اللازمة ومن كنت لك شخص عزيز على قلبك كان محتجز في هذه السجون الروسية سجون القولق فأنت تتأكد بأنك تريد عودتهم فعملت الإدارة مع سلوفانيا وغيرها من الحلفاء الأوروبيين تريد إعادة الأمريكيين للسجون الروسية وبذلك عليك أن تشعر بالامتنان من أجل عودة هؤلاء وعلينا أن نرتكز على هذه التحالفات وفقط يمكن للدبلوماسيين المحترفين بتحقيق مثل هذا الموضوع سيد جارد كيف ترد؟ لم نعمل مع ألمانيا وسلوفانيا نحن قمنا بلي الزراع للأدى الأصدقاء من أجل إعطاء العدو هدية لقد كانت ألمانيا قد أدانت واحتجزت مجرم روسي وقد ضغطنا على ألمانيا لإطلاق سراحه لأنه موسم سياسي انتخابي في الولايات المتحدة هناك ملايين الأمريكيين اليوم أقل أمنا وسلاما إن قاموا بالسفر إلى روسيا سيد باتيلو والآن الحديث عن الثمن الذي دفع من أجل إتمام هذه الصفقة عبر عن هذه الصفقة بأنها الأهم الرئيس بايدن أشار إلى أن هناك أصدقاء ودول شاركوا معنا لإعادة هؤلاء إلى الوطن ولكن ما هو الثمن الذي دفع نحن لا نعرف تفاصيل هذه الصفقة فقد حصل ذلك مع بريتني جراينر مثلا وأرادوا عودة لعبة قرات السلة وسلموا للروس تاجر للسلاح مجرم أيضا لا يمكن وضع ثمن على أرواح المواطنين الأمريكيين ومواطنين لدى حلفائنا إن فكرة التي يشير إليها على أن بايدن يدفع الأموال لإعادة الأمريكيين إلى الديار هذا غير صحيح فنحن ساعدنا أوكرانيا لمكافحة الروس والتصدي لهم وهذه الأموال لم يوافق عليها الجمهوريون ودونالد ترامب والآخرين ليسهلوا على فلاديمير بوتين ليشتاح الدول الأوروبية إن سياسة الرئيس بايدن هي أقوى سياسة للدفاع عن أمريكا منذ عهد الرئيس السابق ريجن وقد أدت تلك السياسة أنذاك إلى نهاية الحرب الباردة إن إعادة الأمريكيين إلى الديار هي أهمة والآن ما يؤمنه الشعب الأمريكي أنهم يفضلوا أن يكون بايدن في بيت الأبيض ويفضلون إدارة بايدن وهاريس لحماية أمريكا سيد جاريت لديك تعليق يبدو أنك تضحك على ما قاله ضيفي من واشنطن أنت لك الحق برأيك ولكن الوقائع غير موجودة كان هناك صواريخ على السفن ترسل إلى أوكرانيا قد منعتها إدارة بايدن عندما وصل إلى سدة السلطة هذه الإدارة تقوم باتهام ترامب بأنه يلاطف روسيا عندما يقال أن روسيا احتجزت بريتني جراينر أعطينا روسيا ما تريده لإفراج عنها والآن نفعل شيء نفسه إن كنت لديك قطيع غنم وتدفع السمن لمن يسرق من قطيعك فأنت تفتح الباب لسرقة المزيد من غنم في قطيعك ولكن كيف يمكن إذن إطلاق صراحة المحتجزين سيد جاريت يعني إذا لم يكن بتبادل السجناء فما هي الطريقة الأخرى؟ هناك الجزرة وهناك العصى نحن نعطي كثير من الجزر عندما يكون الديمقراطيون في البيت الأبيض يجب أن نزيد من الضغط بالعقوبات الاقتصادية على روسيا يجب أن نفرض العقوبات على من يتعامل تجارياً واقتصادياً مع روسيا وأن نفرض العقوبات على الروس خارج حدودهم عندما نستخدم العصى ونلوح بها ونقول لروسيا إن أردتم الانضمام إلى أسرة الأمم عليكم أن تتصرفوا كدولة مرة جديدة لقد أشرنا إلى الروس أنهم إن احتجزوا مواطنين غربيين أبرياء فسيحصلون على ما يريد أنه مقابلهم هذا الأمر غير صحي لقد قضيت الكثير من الوقت في الكثير من الأماكن والبعض منها كانت دول ترعى الإرهاب وأعرف أنها مناطق خطيرة ولكن علينا أن نقوم بالقرارات والتي لا تظهر بأنك ستكافئ السارق سيد باتيلو هل قام الجمهوريون بالفعل بسياسة العصى والجزراء هل قام الرئيس السابق دونالد ترامب في إدارته بالتعامل مع روسيا بقسوة بفرض عقوبات عليها وهو كان وصف الرئيس الروسي بأنه ذكي لقد وقف ترامب إلى جانب فلاتيمير بوتين وقال بأنها روسيا لا سبب لها في التدخل في الانتخابات الأمريكية لقد باع إلى روسيا لأنه أراد أن يبني برجا لترامب في موسكو بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا لقد فرضت الولايات المتحدة أصحب وأشد العقوبات على روسيا لقد قطعنا روسيا عن النظام البنكي المالي العالمي ورأينا بأن الروس غير قادرين على السفر خارج حدودهم واليوم فلاتيمير بوتين يتسول إلى كوريا الشمالية وإيران للحصول على المساعدة في حربه على أوكرانيا إذن إن الاتهام بأن أمريكا لا تستخدم العصى الغليظة ما تعتقد في شأن المساعدات والدبابات وطائرات الألف ستة عشر إلى أوكرانيا لقد تمكننا من القضاء على الأسطول الروسي في البحر الأسود بفضل كل المساعدات الأمريكية ونوفر الآن إلى أوكرانيا القدرات للقيام بالتقدم الإستراتيجي ضد روسيا في هذه المنطقة نحن نتحدث عن هذه العصى الغليظة لدينا رئيس قد أدى إلى انهيار الاقتصاد الروسي واليوم تقوم روسيا مرغمة بتجنيد السجناء هذا كله أدت به سياسة الرئيس بايدن والأمريكيون لا يحدشون إلى شخص يحاول بناء الفنادق سيد جارد أعرف أن لديك رد على ما قاله ضيفي ولكن فقط أذكر لي متى استخدم الرئيس السابق دونالد ترامب العصى الغليظة في تعامله مع روسيا دعنا نستشرف التاريخ وللحديث عن ما أشار إليه الزميل في عهد الرئيس السابق أوباما روسيا اشتاحت دولتين سابقتين لم تتمكن روسيا خلال عهد ترامب من اشتياح أي دورة وليس هناك منتجعات ونفنادق لترامب في موسكو هي فقط أكاذيب إن إدارة رئيس السابق أوباما عندما حدث التغلغ الروسي في العام 2014 في أوكرانيا في القرم كان أوباما يعطيهم الغذاء أما مع ترامب فقد أرسلوا أسلحة ومساعدة للسفن ولم يحصلوا على ذلك في عهد بايدن إن زميلي يريد الحديث عن كل هذه الأمور ولكن بايدن أعطى وقدم لزيلانسكي رحلة للخروج من أوكرانيا ولكن زيلانسكي رفض وقال لا أريد زخيرة ولا أريد طائرة لقد رأينا روسيا اشتاحت أوكرانيا في عهد بايدن ولم تفتعل ذلك في عهد ترامب لأن روسيا احترمت ترامب وكانت تخاف منه وكان قد ركز ترامب بستة أشهر على القضاء على داعش أما أوباما فاستغرقه ذلك سنوات فتأكد أنه بأن هؤلاء الأشرار سيفعلوا المزيد نشجر وهذا ما سيسمح له بايدن وهارس مع هذا الاختلاف بوجهة النظر بين الضيفين يتبين لماذا أثارت هذه الصفقة صفقة التبادل السجناء هذا الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين أرجو منكم أن تبقى معي سيد باتيلو والسيد قارت للحديث في موضوعنا آخر شكرا جزيلا لكم حتى الآن شكرا 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 شكرا